أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللا إنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع وشددت وزارة الخارجية على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح مدني وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف ومن دون أي عوائق وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وعلى ضرورة أن لا يكون هدفا للصراع ودعا الدولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذر أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى دفع كافة الجهود المفذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع جرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار